اشتركوا في القناة انا قدر الله مقدرتش اخش الاعلام بشكل كويس يبقى ليها شغل تاني لكن انا كنت شاك في نفسي من البداية لأ انا لازم اكون اعلامية اما صحفية اما محمية مهم حاجة فيها رغي دي خلاص فارسيت في الاخر على اني ابقى اعلامية وانا كمان بحب الكاميرا فالحمد الله يبصي انا دمستكت بالموضوع انا بقالي عشر سنين من قناة لقناة ما عملتش الحاجة اللي انا عايزها ابدا لحد ما وصلت القاهرة والناس تعتبر فيه ناس كتير طبعا في النص يعني وقفت جنبي وعلشان موهبتي وفيه ناس كتير اقتنعت بيا بس دي تعتبر اول مرة حد يقتنع بيا ويبروزني صح ويقدمني بشكل كويس ويدعمني بدون اي نوع من انواع المصالح الشخصية بدون اي وسطة بدون اي حاجة هما بس اقتنعوا ان الشخص ده كويس فقدموه مش عشان اي حاجة غير انهم مقتنعين ان هو يقدر يبطي فشيء كويس جدا